إذن يساهم اضطراب ساعة البيولوجية غالبا في الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة لكن هناك توجها حديثا نحو استخدام الساعة البيولوجية أداة في مواجهة عدد من الأمراض أظهرت الأبحاث خلال العقود الماضية أن نشاط أعضاء الجسم يكون متفاوتا تبعا لساعات النهار حيث تميل الأمعاء والكبد والقلب إلى العمل بجدية أكبر في أوقات معينة بصرف النظر عن إيقاع الوجبات أو نشاط البلني في الوقت ذاته أظهرت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات ثم على البشر أن هذا النشاط لم يكن مجرد استجابة للعالم الخارجي تبين أنه مسجل في خلايان بدءا من الخلايا العصبية في الدماغ أظهرت دراسة أشرف عليها المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية في فرنسا أن إدراك الألم حتى يختلف في شدته على مدار 24 ساعة يندرج هذا البحث ضمن مدرسة أكبر في هذا الإطار تعرف هذه المدرسة بالعلاج الزمني أو الطب اليومي بالنسبة لمناظريها من باحثين وأطباء يمكن استخدام هذه الإقاعات في مواجهة أمراض عدة من طب الأورام إلى القلب مرورا بعلم الأعصاب مع ذلك لا تزال هناك تحديات بشكل عام أمام تطبيق هذه المعرفة حول دور الساعات اليومية في عالم الطب وهناك نقص في التقنيات التي تتيح للطبيب بسهولة تشخيص الاضطراب في الساعة البيولوجية كما أن هناك تحديات لوجستية ترتبط مثلا بأخذ الوقت في الاعتبار عند إعطاء العلاج كأن تظهر تجربة مثلا أن علاجا ما يجب أن يتم بين العاشر مساء والثامنة صباحا سيؤدي ذلك إلى مشاكل تنظيمية رغم أن الدراسات لا تزال غير كافية لكنها واعدة في ظل الضغوط اليومية التي تعيشها الأنظمة الصحية في مختلف البلدان لابد أن تكون نتائج الدراسات مقنعة للغاية لتغيير أساليب العمل بشكل جذري نقاشا لذلك من الجزائر ينضم إلينا الطبيب المختص في الصحة العامة الدكتور محمد لقماري أهلا بك معنا دكتور لقماري على سكاين نيوز عربية وقبل أن نسأل من هذا الاختراق بالجديد الاستفادة من الساعة البيولوجية للإنسان في مواجهة عدد من الأمراض ما الذي يؤثر على ساعتنا البيولوجية بداية مساء الخير تسبيح مساء الخير شنطان مساء الخير لمشاهدي سكاين نيوز عربية الحقيقة أن الساعة البيولوجية أمر معروف من مدة على الأقل في الثلاثين سنة الماضية من القرن العشرين كان هناك حديث عن الساعة البيولوجية لكن الآن الأمور تتسارع بشكل كبير جدا وعلى شاكلة تجعل الأبحاث تتتابع وتتلمس الخيط الذي يمكن أن نجعل من هذه الساعة البيولوجية منفذا للعلاج بدل العلاجات الكيمائية والعلاجات الأخرى التي كثير منها البشر نفرها ومال منتقلها على ضرورتها فساعة البيولوجية نحن نسمع في حياتنا حتى نقرب الصورة للمشاهد بساعة العادية يعني أنه إنسان يسافر من الجزائر إلى بكين فإن لم يغير ساعته ربما فاته موعد الطائرة فاته اجتماع مهم فاتته صفقة تجارية وخسر كثير من الأمور لأنه ضبط الإقاع على مستوى الساعة العادية ضروري جدا هذا يعني خسارة موعد أو خسارة صفقة تجارية لا يعادل ما تحدثه اختلال الساعة البيولوجية في جسم الإنسان وهذا يعود بنا للسؤال ما الذي يؤثر على ساعتنا البيولوجية ويؤدي إلى اختلالها أقرب صورة للحديث أو أقرب مدقل للحديث عن الساعة البيولوجية هو تعاقب الليل والنهار على مستوى الدماغ هناك جزء يسمى المهاد يعني الذين شاهدوا فيلم الوحوش وعبد العزيز وهو يصيح في الطرقات أنا عاوز ترلوب فهذا المكان الصغير منطقة المهاد تفرز هرمون خطير جدا يسمى بالميلاتونين هذا الهرمون سبحان الله أنه يزيد في الإفراز مساء بحيث أنه حتى نكاد نسميه هرمون النوم كلما جاء المساء وأضلما أصدلت الكون بالظلام إلا وأفرز هذا الهرمون حتى يسترخي الإنسان وينام هذا المفترض وهذا الطبيعي ولكن أساليب الحياة أصبحت مختلفة دكتور لقماري حتى ساعات العمل غير منضبطة في عدد من المهن كيف يمكن لنا أن نضبط من ساعتنا البيولوجية وبالتالي الاستفادة منها في مواجهة عدد من الأمراض كما تقول الدراسة وأخطر شيء موجود الآن أنه مرض السمنة الذي يضرب هو بسبب اختلال الساعة البيولوجية مرض الداء السكري بسبب اختلال الساعة البيولوجية بعض السرطانات بالساعة البيولوجية بعض أمراض العين بعض أمراض الكبد الخطيرة جدا بسبب اختلال الساعة البيولوجية والشيء الظاهر في المشهد الآن خطير جدا ومخيف جدا هو هذه الأضواء الزرقاء التي تنبعت من شاشات الهواتف بالضبط حول الأضواء الزرقاء المنبعثة من وسائل التواصل الاجتماعي هذه دراسة بريطانية أخيرة تقول أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليلا يؤدي إلى اضطراب النوم وبالتالي زيادة حالات اضطراب المزاج والاكتئاب ربما أيضا هل تتفق مع هذه الدراسة أم أن قلة النوم لها أسباب أخرى؟ الأكيد أن الدراسات الآن متفقة هناك إجماع بين الباحثين على خطر هذه الأضواء الزرقاء أو الأشعة الزرقاء التي تنبعت من الشاشات وتهدد النوم وتحدث الاكتئاب وتعطل من عمل الميلاتونين ثم أن هناك هرمون يسمى هرمون السعاء يعني يحدث الاسترخاء عند الإنسان هو الكورتزول المتنب قديما قال وزائرتي كأن بها حياء فليست تزور إلا في الظلام إلا في الظلامي يعني في الظلامي يقل إفراز الكورتزول زائرته كانت الحمى بس يعني نعم في الحمى فالحمى تظهر ليلة الحمى تظهر ليلة لأن الكورتزول يقل في الإفراز الإنسان قد يعاني وجع في درسه في الصباح يحتمله لكن مع نزول الظلام يبدأ الألم في التزايد حتى أنه شيء غير طبيعي ما يعني أن ساعات الألم وفق الدراسة تختلف باختلاف ساعات اليوم باختلاف ساعات البيولوجية الكورتزول الكورتزول الذي تفرزه الغدة الكذرية وهي غدة صغيرة فوق الكليتين تفرز مادة الكورتزول ومادة الكورتزول يعني من شأنها إنقاس الحمى وإنقاس الألم وإنقاس لكنها ليلا تكسل ولا تنشط ليلا ولذلك الحمى يعني السيدة ربما تدخل البيت تلمس جبين طفلها فإذا حمى بسيطة جدا مع نزول الظلام تشد الحمى الأمر يعني غير حادي لما في الصباح كان طبيعي وفي الليل الكورتزول ولذلك نحن نتحدث عن الساعة البيولوجية وجعلنا الليلة سباتا النوم مهم جدا النوم يعيد لنا الذاكرة النوم يرتب شؤون ذاكرتك يعني أعتذر على المقاطعات المتكهرة فقط الوقوف على كل النقاط كيف يمكن ضبط ذلك ضبط الساعة البيولوجية ضبط ساعات النوم كذلك للاستفادة من الأمر الدواء بحسب الدراسة تختلف حتى مواعيد فاعليته باختلاف ساعات اليوم المختلفة كيف يمكن لنا القيام بذلك خاصة أن الساعة البيولوجية للمرأة كما علمنا هي تختلف عن الرجل نعم نعم صحيح الخطير في الأمر أن بعض أمراض الكبد الخطيرة جدا والتي يسببها مثلا دواء كالباراستامول والذي يتناوله الناس على أنه شيء عادي وهو مهدد لخلايا الكبد هذا يعني إذا حدث الأمور ليلا غير أن تحدث في الصباح فالساعة البيولوجية مهمة جدا كيف نضبط ذلك بتقليل الأضواء في وقت معين على الأقل في الساعات الأولى من الليل حتى يستفيد الإنسان بتوعية الناس أن الأضواء الزرقاء خطر يتربص بحياة الناس ويتربص بأعينهم بضوء العينين ويتربص بالذاكرة عند الإنسان ومرض الزهاي مريحني أصبح متصل يعني منتشر جدا كثير من الأمور التي لا بد أن نعملها بسريعا نحن البشر في هذا العصر لا بد أن ننتبه إلى خطر الساعة البيولوجية أن ننتبه أن الليل ما وجد ليكون الإنسان يحول ليله إلى نهار ونهاره إلى ليل يعني ولكن الأمر يختلف بالنسبة لبعض هناك بعض المهن التي يجبر فيها الشخص على أنه تختلف ساعات نومه أو أن يصبح ليله نهارا ونهاره ليلا على كل الموضوع يحتاج لنقاش أكبر في مساحات أكبر ولكن هذا ما سمح به وقت الحوار من الجزائر الطبيب المختص في الصحة العامة الدكتور محمد لقماري شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر